يكثف طيران التحالف العربي وبشكل غير مسبوق غاراته الجوية على مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في حرد وميدي بمحافظة حجة الغارات تركزت على مبان وسط مدينتي حرد وميدي حولتها الميليشيا مخازنا للأسلحة كما شهدت الخطوط الأمامية للميليشيا في وادي بن عبدالله وقرية المداحشة ومزارع النسيم ومفرق المجبر غارات هي الأعنف لكن لم ترد أي معلومات عن حجم الخسائر التي تكبدتها الميليشيا كاميرا بالقيس وثقت واحدة من أعنف هذه الغارات التي استهدفت على ما يبدو مخزنا للأسلحة بقرية المداحشة التابعة لمدينة حرد الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية نحن الآن في وادي بن عبدالله واختجنا طائرات التحالف ضربة على المتمردين الفايش والحوثي مصدر عسكري بالمنطقة الخامسة ذكر لمراسل قناة بلقيس أن مديريات عبس ومستبى وحيران وكشر التابعة لمحافظة حجة شهدت خلال الأيام الماضية عددا من الغارات استهدفت معظمها معسكرات وتعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى جبهات القتال في الحدود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر